هذا الطفل الذي قد يبدو بريئا للوهلة الأولى جعل أستراليا تعيش كابوس لم تشهده من قبل فقد عاش الأستراليون بسببه يوم أسود لم يمحى من ذاكرتهم إلى اليوم في 28 أبريل 1996 تزمينيا بأستراليا قام شاب اسمه مارتين براينت مسلح ببندقية من طراز ER-15 بالدخول لأحد الفنادق السياحية الريفية في بورت آرثر وبدأ في تفريغ كل رصاص البندقية في أي شخص يقابله ولم يتوقف حتى قتل 35 ضحية هذه الجريمة تعتبر الأكثر بشاعة في تاريخ أستراليا لدرجة أنها جعلت الدولة تجري إصلاحات شاملة وعاجلة لكل قوانين السلاح وقبل أن نبدأ في القصة أود أن أشكر كل المنتسبين في القناة وأشكركم أنتم أيضا على تفاعلكم الدائم وكتنويه أنشر مقاطع قصيرة قد تحبونها في صفحتي على الفيسبوك رابطها أسفل الفيديو في الوصف مارتين براينت الطفل الأكثر شهر في أستراليا ليس مشهورا لأنه ممثل أو مغني أو رياضي بل بسبب الحادثة التي تسبب بها والتي اشتهرت باسم مذبحة بورت آرثر ولد مارتين جون براينت في 7 ماي 1967 في مستشفى الملكة أليكساندرا في هوبارت ولادته لم تكن سهلة فقد جاء للحياة بعد مخاض استمر ساعتين والدته هي كارلين ووالده اسمه موريس نشأ مارتين مع والدته وأبيه وأخته الصغيرة في تزمانيا غير أنه لم يكن طفلا عاديا حين بلغ مارتين 16 شهر لم يكن يمشي في حسب بل كان يركض ويتسلق التلال وكان في غالب الأحيان يهرب من المنزل حتى أن أمه كانت تجد صعوبة كبيرة في التأقلم مع طاقته العالية كلما كان يكبر كان يزداد غرابة لدرجة أنه كان يهرب من المنزل ويختفي لمدة طويلة وحين كان يخرج والده للبحث عنه كان يجده في أماكن غريبة جدا مرة وجده يلعب على سكة حديد ومرة أخرى في منزل المهجور وفي أحد المرات وجده في أعلى الجبل ولم يفهم والده كيف استطاع هذا الطفل تسلق هذا الجبل هذا الأمر جعل والدته تربطه في شرفة المنزل بحبل ثم تضع أمامه الألعاب كي لا يهرب حتى أن أحد الجيران استغرب وقدم شكوى عن طريقة ربطهم للطفل في الشرفة مثل الكلب لكن هذا الشخص لو كان يعلم المستقبل لطلب منهم أن يربطوا هذا الطفل بسلاسل وأغلال لم تكن الأم تحب هذا الواقع المرير في حين أن والده موريس تأقلم مع هذه الطبيعة الغريبة لابنه قالت والدته كارلين أنه في أحد الأيام كان يلعب كالعادة فإذا به يبتلع مصمار حديدي ومن هنا بدأت مشاكل كثيرة في الحدوث فقد أصبح تطور كلامه بطيئا وظهرت علامات ضعف في مهاراتها الحركية حتى أنه لما دخل للمدرسة يقول أصدقائه بأنه كان يتصرف بغرابة فقد كان يمشي مغلق العينين وكأن الشمس تصطع في عينيه وكان طفلا منعزلا عن البقية كان ذكاؤه أقل من المتوسط بالمقارنة مع أقرانه وكان سريع الغضب خصوصا إذا طلب شيء وقوبل بالرفض كان طفلا انطبائيا شديد الإحراج حين يجتمع بالناس ولم يكن لديه الكثير من الأصدقاء بل حتى أن الأطفال الآخرين لم يكونوا يحبونه ويرغبون في التقرب منه كان طفل شبه وحيد وغريب الأدوار كابورا براين وأصبح مراهقا والتحق بالإعدادية هنا بدأ الوحش بالخروج من الشرنقة في عيد ميلاده الرابع عشر قرر والده إعطاءه هدية عبارة عن بندقية هوائية كانت هذه الهدية أسوأ قرار اتخذه في حياته على الإطلاق منذ ذلك اليوم بدأ السلوك العام لبراين في التغير كان مارتين يختبئ في جانب نهر صغير بجانب المنزل يطلق النار على السيارات وعلى كل من يمر وكأنه قد ناص يصطاد الفرائس بل وكان يخرج مع بندقيته في منتصف الليل إلى خليج المدينة كانت علامات السفاح قد بدأت بالظهور في أحد المرات كان أحد الجيران يسمع صوت إطلاق النار وعندما تفقد الصوت أصيب بالرعب حيث شاهد براين وهو يطلق النار على كل ببغاء وكل طائر في الأشجار حتى أصبح الشارع مليء بجثث الطيور ولم يكتفي بذلك بل كان براين يقترب من جثث الطائر ثم يبسق على رأسه وليس الطيور فقط بل كان الجيران يستيقظون في الصباح ليجدوا جثث حيوانات متعددة مرمية في الشارع منها قطط وكلاب وسناجب والشيء المشترك أن كل هذه الحيوانات مصابة بنفس سلاح برايند كان برايند يذهب إلى الخليج ويقوم بفك حبل القوارب في المراسي فقط للاستمتاع كان له صديق واحد اسمه غريغ ولكن وفي أحد المرات قرر إنهاء صداقتهما بعد أن وضع مارتين رأس مسدس الرمح في أعلى رأسه يوم الجمعة 6 ماي 1983 قبل يوم من عيد ميلاده السادس عشر أخرج برايند من المدرسة بسبب أنه إنسان غير سوي نفسيا أي مريض عقلي كينج هامداكس هو الطبيب النفسي الذي زاره برايند الغريب أنه في ذلك الوقت أجرى تقييم شامل لصحة براين العقلية وكان تقييمه وفحصاته تحمل تحذيرا كبيرا وعميق بخصوص هذا الشاب ومنها أن لديه في صامف الشخصية عندما بلغ العشرين سنة تقريبا لم يكن يتلقى أي أموال من عائلته نصحه والده بالبحث عن عمل وهكذا كان قرر أن يتصل بسكان الحي والأحياء المجاورة والبعيدة ويسألهم إذا كانوا يريدون شخص ليعتني بحدائقهم وحيواناتهم الأليفة وبالفعل كان يقوم بتنظيف الحدائق وجز العشب ونقل الأغراض أحيانا وكل ما يطلب منه في أوائل عام 1987 حدث شيء غريب بينما كان برايند يمشي يبحث عن منزل جديد للعمل فيه مر على أحد المنازل المحاط بالسياج ولاحظ أن العشب في هذه الحديقة كبير وربما يحتاج للجز فقرر أن يطرق الباب كان هذا المنزل لسيدة اسمها هيلين فبعدما فتحت الباب طلب منها العمل لأجلها في الحديقة وبينما كان يعمل كان يتكلمان وتجاذبان أطراف الحديث وبحلول نهاية اليوم كانت قد نشأت بينهما صداقة بالفعل فقررت أن توفر لمارتين عملا منتظم حيث سيقوم بأعمال البسنة وإطعام والاعتناء بحوالي 40 قطة إضافة لـ 14 كلب يعيشون داخل المنزل هيلين ماري إليزابيث هارفي سيدة مسنة وثرية جدا تبلغ من العمر 54 سنة هيلين أيضا كانت معروفة بين الناس بغريبة الأطوار كانت تعيش منعزلة مع والدتها العجوز في منزل واحد ورم أنها كانت ثرية إلا أن شكلها كان يدل على أنها تعيش في فقر مطقع فراغ في فمها بسبب فقدانها لزوج من الأسنان رائحتها الكريهة التي يبدو كأنها لم تستحم من 20 سنة ملابس رثة وبالية وكأنها جمعتها من مكبل النفايات أصبحت هيلين صديقتها المقربة وقررت دعوته للعيش معها في نفس المنزل المنزل الذي تعيش فيه مع والدتها هيلزا وهي امرأة طاعنة في السن ومريضة بكل أنواع الأمراض مع تحولهم لأصدقاء مقربين بدأت هيلين تهمل والدتها وتتركها بدون عناية فقررت أن تنقلها للمنزل السفلي وتغلق عليها الباب وتتركها هناك لوحدها بدون عناية كانت العجوز المسكينة تضطر للنوم وهي جالسة في كرسيها المتحرك رغم أنها كانت تنادي طلبا للمساعدة سرعان ما أصبح المنزل السفلي حفرت جحيم قذرة لم يكن يسمعها أي أحد حتى وإن كانت تنادي بصوت عالي فقد كانت صديقين الحميمين في عالم آخر لوحدهما فوق بقيت والدتها تعيش في ذلك الجحيم والقضارة لسنتين إلى غاية يونيو 1990 حيث تم نقلها إلى دار لرعاية المسنين وتوفيت هناك لم تشعر هيلين بالحزن إطلاقا بل كانت فرصتها الذهبية للبدء في حياة جديدة تخلصوا من كل الحيوانات الموجودة في المنزل من قطة وكلاب إلى الجمعيات وقاموا بتنظيف المنزل من كل القضارة والأوساخ لدرجة أنهم استغرقوا ثلاثة أشهر لإزارة الأوساخ من الأرضيات والجدران والأسطح في كل غرفة تقريبا امتلأت جبال من الأكياس بالقمامة وتخلصت هيلين من كل ملابسها القديمة لتبدأ حياة جديدة نقية مع رفيقها الجديد مارتين براينت انتقل براينت للعيش في قصره ومنزرعته مع رفيقته كان الجيران يراقبون براينت بقلق متزايد كان يرفض كل عروض الصدقة منهم كان يتغير مزاجه في جزء من الثانية من طفل مدلل إلى وحش غاصب كان بين الوقت والآخر يثير الرعب حين يطلق النار من مندقيته على السياح المارين أمام مزرعته بدون سبب كان يتجول في جوف الليل وحين تنبح الكلاب عليه يطلق النار عليهم ويقض كل الجيران ثم جانب كان والده موريس قلقا على مستقبل ابنه لذلك في نوفمبر 1991 قدم والده موريس وصية إلى مكتب الوصي العام تقول الوصية أن ابنه سيجد صعوبة في إدارة حياته في حال وفاة والده فقد كان أبوه يهتم به كثيرا ويخاف عليه براينت كان تحت وصاية والده بموجب القانون كونه يشكل خطرا على نفسه وعلى الناس ففي أحد التقييمات كتب فيها بالحرف يحميه الأب من أي حدث قد يؤذيه لأنه يهدد باستمرار بالعنف أخبرني مارتن أنه يود الخروج للشارع وإطلاق النار على الناس سيكون من غير الآمن السماح لمارتن بالخروج عن سيطرة والده بحكم ثرائها الفاحش قضى هيلين وبراينت أياما وشهور وهما ينفقان الأموال في كل حد وصول كان يتجولان في المتاجر لشراء الملابس والإكسسوارات والطعام والأجهزة وصل تبذيرهم للأموال لدرجة أنهما اشتري أكثر من خمسين سيارة كان إيقاع ورطين حياتهما واضح أنه متجه للهاوية كان يتأخران إلى آخر الليل يتجولان ويتسوقان ويأكلان وكأنهما زوجين في شهر عسل كان في الغالب يتركان سيارتهما متوقفة في القرية وهي مليئة بالحيوانات منها قطط وكلاب بل وحتى مهور صغيرة كان يتركان النقود مرمية بجوار المنزل الذي يقطنانه وتحت الكتب وفي حاويات الآس كريم كان هذا المشهد مزعج جدا للسكان والجيران وانتشرت الكثير من الشائعات وكثر كلام الناس براينت طفولي في تصرفاته ولذلك عام 1992 قام هو وهيلين بتحميل ثلاثة كلاب في سيارة مازدا 121 وتوجه شمالا للتسوء وأثناء عودتهم للقرية حوالي الساعة الخامسة مساء في لمح البصر أمسك براينت بالميقود وبما أنه لا يتقن القيادة فقد حاولت هيلين إبعاده لكن فجأة دخلوا في المصارى المعاكس ليصطدموا بسيارة فورد قادمة عندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث وجدوا هيلين ميتة خلف عجلة القيادة كان الحادث مرعبا لدرجة أن رقبة هيلين تمزقت وتوفي كلبين في المقعد الخلفي أما مارتين براينت فقد وجدوه بين الحياة والموت مع إصابات مميتة في الرقبة بحكم أن هيلين كانت تعيش وحيدة وليس لها أي صديق أو إنسان مقرب من العائلة إضافة إلى أنها لم تكن تثق بأي أحد قررت هيلين أن تكتب كل ممتلكاتها لبراينت كتبت كل شيء باسمه في تلك الوصية كتبت هيلين بالحرف لقد تركت ثروتي لصديقي مارتين براينت لاستخدامه وفائدته المطلقة وتكررت العبارة أربع مرات في فقرات الوصية بالإضافة إلى ألاف الدولارات في حسابه البنكي ولث براينت ممتلكات تبلغ مساحتها 29 هكتار في كوبينغ وهي قرية تقع في منتصف الطريق بين هوبارت وبورت آرثر إضافة إلى سيارات ومزرعة ضخمة وقصر فاخر في شارع كلير كانت الحياة الباذخة تنتظر براينت المشكلة أن والد براينت لم يخبر هيلين عن وصيته الأولى قبل وفاتها لأنه مباشرة بعد وفاتها أصبح هو المالك والمتحكم الشرعي في كل ثروة براينت وهو من له حق التصرف في كافة ممتلكاته عاد مارتين مجددا ليعيش في منزل العائلة الذي ولد فيه ليرتاح من أيامه المحزنة والأليمة بعد فقدانه لأعز أصدقائه هيلين دخل في أزمة نفسية حادة وفي محاولة لملء الفراغ النفس والعاطف الذي فقده مع هيلين بدأ في التقرب والميول للأطفال الصغار الذين تقلوا أعمارهم عن تسع سنوات روى أحد الجيران التالي كان الأطفال حذرين منه لقد فهموا غريزيا أنه كان شخصا يجب الإبتعاد عنه لقد كان شخص مخيف بالنسبة لهم بدأ والده بالشعور بالإحباط الشديد لدرجة أنه زار طبيب العائلة الدكتور بيرنارد ماذر واشتكى من الشعور بالقلق المستمر لدرجة أن الطبيب وصف له دواء بروثيادن هذا الدواء مضاد للاكتئاب ثلاث الحلقات لم يكن موريس قادرا على تحمل كل تلك الأحاسيس كان مدرك أن ابنه من سابع المستحيلات أن يستطيع إدارة الثروة التي ورثها دون مساعدة وأكثر ما كان يخشاه هو أن يبددها بعيدا إن لم يكن موجودا لإقافه قرر موريس أن أمر المحكمة وبموجب قانون الصحة العقلية هو الطريقة الوحيدة للسيطرة على ثروة مارتين وإدارتها بشكل مستقل وبهذه الطريقة سيحصل ابنه على راتب يمكن أن ينفقه كما يشاء ولكن الأموال ستصرف بطريقة مسيطرة عليها لضمان استمرارها مدى الحياة لم يكن هذا كل شيء فقد وضع الخطة باء سرا فقد وضع حساباته المصرفية المشتركة بينه وبين زوجته باسم كارلين ووقع عليها فواتير المرافق المنزلية على ما يبدو أن موريس كان يجاهز لحياة ابنه في حين أنه كان يجاهز لمغادرته هو بسبب عدم تحمله لكثرة التفكير والاكتئاب والضغط النفسي يوم الجمعة 13 غشت 1993 توجه موريس إلى كوبينغ لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بمفرده لم تشك زوجته كارلين في رغبته قضاء وقت بمفرده لكنها أحست بشيء غريب عندما اتصل على الساعة السابعة والنصف مساء تقول كارلين على مدار السنوات التي يسافر فيها أي مننا إلى بورت آرثر كنا دائما نتصل بالهاتف لنقول أننا وصلنا بسلام وفي مساء يوم الجمعة اتصل موريس ولم يقول شيئا سوى أحبك في ذلك الوقت فوجئت لأنه لم يقول ذلك من قبل عند الاتصال ولذا افترضت أنه كان ثاملا في نفس الليلة اتصل موريس بابنته ليندي ليخبرها أنه يحبها ولكن لم يتصل بابنه براينت في صباح اليوم التالي جاء رجل إلى الباب الأمامي لمزرعة كوبين فلاحظ وجود ورقة معلقة على الباب الأمامي كتب على تلك الورقة اتصل بالشرطة اتصل الرجل بالشرطة هو ويرتجف من الخوف ولا يعلم حتى لماذا وصلت الشرطة بسرعة وجلبت معها عشرين طالب ومتطوع محليين في خدمة الإطفاء الريفية للمساعدة في البحث عن موريس وبعد يومين عثرت الشرطة على جثته وهو مرمي على وجهه في سد الماء في الجهة الخلفية للمنزل كان جسده مثقلا بحزام غطس مربوط حول رقبته ووطنه الصادم أن الشرطة عثرت على شريط من دواء المضاد للقلق في جيبه وكان ثمانية عشر من أقراص ثلاثين ميلي جرام مفقودة أي بعبارة صريحة انتر والده كانت خسارة مارتين براينت على وشك الاكتمال ذهبت هيلين وكذلك والده الآن أصبح ضائع بلا قائد كسفينة بلا دفة بدون هدف أو بوصلة أبيه الأخلاقية اللطيفة ومع وفاة والده لم يعد هناك أي شخص يقيده بل الأسوأ من ذلك الوصي على أمواله وثروته أي والده توفي والآن أصبح حرا طليقا بكل ثروته ولكن رغم ذلك لا يملك أي صديق في ديسمبر 1993 قرر المغامرة والصفر ليخرج من كآبته فاشترى تذكير الطيران الأولى إلى ميلبورن ثم رحلة إلى سينغافورة وفي عام 1994 بعد وقت قصير من بيعه لمزرعة كوبينغ سفر إلى بانكوك ثم إلى لندن فالسويد في لوس أنجلس ليعود إلى ميلبورن في سبع مائل بين 1993 وحتى نهاية 1995 زار براينت أوروبا ست مرات والولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا ثلاث مرات وزار نيوزيلاندا واليابان كان أهم هدف لكل سفرياته هو التكلم مع الركاب بجانبه في الطائرة يقول البروفيسور مولين ذكر السيد براينت أن أفضل جزء من رحلاته الدولية كانت رحلة الطائرة الطويلة وتبين أن جاذبية رحلة الطائرة الطويلة تكمن في قدرته على التحدث إلى الأشخاص الذين بجانبه والذين من المفترض أنه لم يكن أمامه بخيار سوى الظهور بشكل ودود على الأقل معه أصبح السيد براينت متحمسا للغاية في وصف بعض ما اعتبره التفاعلات الأكثر نجاحا مع زملائه المسافرين تم تأكيد هذا الأمر من خلال البيانات التي حصلت عليها الشرطة من الركاب الذين كانوا يجلسون بجانب السيد براينت بالرغم أنه كان يتكلم مع الركاب إلا أنهم لم يخفوا علامات التخوف منه والشك فيه وفي نواياه كان براينت يغرق أكثر في إحباطاته المتزايدة وغضبه والسيائه من الرفض وسوء الفهم الاجتماعي قال في أحد اللقاءات هذا الأمر جعله يفكر بصراحة وبجدية لأول مرة أصبح براينت شريهم في شرب الكحول وقبل الحادثة الدموية بستة أشهر تصاعدت وتيرة شربه بشكل مرعب وفي هذه الفترة بالضبط تغير تفكير براينت من الانتقام إلى الانتقام من المجتمع ككل في أواخر عام 1993 استخدم براينت بعض من الأموال التي ورثها لشراء بندقية نصف آلية من طراز AR-10 من خلال إعلان في صحيفة تيسمانيا كما اشترى بندقية من طراز AR-15 بشكل قانوني وعلى مدى عدة أيام اشترى الكثير من الأسلحة وقام بتخزينها قبل أشهر قليلة من المجزرة زار براينت موقع بورت آثار التاريخي واشترى حقيبة رياضية كبيرة تلك الحقيبة كان يخطط أن يملأها عن آخرها بالأسلحة في 13 مارس 1996 أي قبل أسابيع قليلة من المذبحة أطلق شخص يدعى توماس هاملتون وعمره 43 عاما النار في مدرسة دامبلين الابتدائية قتل في هذا الحادث 16 طفلا ومعلما ثم أنهى حياته كانت التغطية الإعلامية للحادث كبيرة جدا وكان يتابعها براينت باستمرار وتكاهن المحققون أنها كانت الدافع الذي شجعه على العملية في صباح 28 أبريل 1996 كان موعد ارتكابه الجريمة التي ستغير تاريخ أستراليا للأبد استيقظ براينت بالمنبه في الساعة السادسة صباحا أثناء المقابلات التي تلت المذبحة ذكرت صديقته الحالية وأفراد أسرته الآخر بأنه لم يستخدم المنبه أبدا في حياته بعد ساعتين غادرت صديقة براينت التي كانت تقضي الليلة معه لتذهب مباشرة نحو منزل والديها بعد ذلك بوقت قصير خادر براينت أيضا المنزل وهو يحمل حقيبة رياضية مليئة بالأسلحة قاد سيارته من طراز فولفو 244 جيل واشترى ولاعة سجائر وصلصة الطماطم ثم فينجان قهوة وملاء السيارة بـ 15 دولار من البنزين كان يخبر الناس بأنه ذاهب لركوب الأمواج على الرغم أن ذلك اليوم كان يوم هادئ ولا يوجد أي أمواج في البحر حمل براينت بندقيتها المفضلة وهي AR-15 وبحلول الساعة 11-45 دقيقة صباحا وصل لدار ضيافة اسمها سيسكيب هذا العقار كان قد حاول والد براينت شراءه في الماضي من قبل مالكيه وهما الزوجين ديفيد ونولين وهو ما أثار غضب براينت في ذلك الوقت فكان أول شخصين قرر الانتقام منهما دخل للفندق الصغير وأطلق عليهم النار وتركهما يغرقان في دمائهما ثم بعد ذلك غادر إلى بورت آرثر في حوالي الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة مساء وصل إلى بورت آرثر وأوقف سيارته الفولفو ودخل مقهى اسمه بورت آرو في ذلك المكان كان يوجد حوالي ستين إلى سبعين شخص قام بشراء وجبة كبيرة وتناولها خارج المقهى وبدأ في الدردشة مع الزوار الآخرين كان يتكلم مع الناس في مواضيع غريبة حيث بدأ الحديث معهم حول الدبابير الأوروبية المنتشرة في المنطقة وعن نقص السياح اليابانيين والغريب أن الشخص الذي كان يعمل في هذا المقهى كان قد طرده من قبل أنه سرق منه بعد الانتهاء من وجبته عاد براينت إلى داخل المقهى وضع حقيبته الرياضية على الأرض وسحب بندقيته AR-15 وبدأ عملية القتل بدأ يطلق النار في المطبخ ومنطقة الخدمة قبل أن يتجه نعب الطاولات مع 17 طلقة قتل فيها على الفور سائحين ماليزيين موي ييناك وسو لينج شونغ بعد حوالي 15 ثانية أصيب عشر آخرون بجروح مميتة وخطيرة بيتر كروسويل أحد الناجين من مقهى بورت أرو يقول لقد استضم بي لأنه كان يحمل هذه الحقيبة الخضراء الكبيرة والمسدسات فيها أكثر شيء أتذكره عنه وأن عيونه كانت ميتة كانت هناك سيدة تتكئ على الحائط كانت ابنتها البالغة من العمر 16 سنة مستلقية عند قدميها وقلت هل أنت بخير؟ وقالت لا ابنتي ميتة أصبح براينت متوحشا أكثر مثل القرش الذي يتذوق الدماء بعدما انتهى من المقهى صار باتجاه محل يبيع الهدايا هناك قتل ثماني ضحايا آخرين وأصاب اثنين بجروح طفيفة كان يبدو كشخص ابتلع خمس حبات من عقار الهلوسة LSD في الخارج في ساحة انتظار السيارات تجمع الناس حول المقهى وسمعوا طلقات الرصاص لكن لم يهربوا فقد اعتقدوا بأن شركة أفلام لربما تقوم بتصوير مقاطع لفيلمها الجديد في هذه المنطقة استغل براينت هذا الأمر وخارج إليهم وبدأ يطلق النار قتل أربعة في نفس المكان وأصاب ست أشخاص لدرجة أنه طالد بعض الصياح في الحافلات وأطلق عليهم الرصاص وتركهم موتى في الحافلة كان الأمر بشعا وكأنه مشهد من فيلم رعب غير أن هذا الأمر لم يكن تنفيذ فقد كان حقيقي رمى بندقيته الأولى AR-15 وغيرها إلى L1-A1-SLR مع ما مجموعه 24 قتيل و18 مصاب دخل براينت داخل سيارته الفولفو وانطلق نانيت ميكاك كانت واحدة من العديد ممن فروا بحياتهم كانت تجري على الطريق وهي تحمل بين ذراعيها ابنتها الصغيرة مادلين ذات الثلاث سنوات وأثناء ركضيها بنتها الأكبر ألانة ذات الست سنوات كانت بجانبها وهي تبكي وتصرخ حتى توقفت أمامها سيارة فولفو فحمدت الله أن أحدا جاء لإنقاذها وعندما توقف بجانبهم أدركت أنه الوحش براين الذي تهرب منه في لحظة اعتقدت أنها تهلوس ترجته من أجل حياتها وحياة بناتها فكان جوابه أن أطلق النار عليها لتموت في ذات اللحظة لم يكن هذا الأمر كافيا لهذا الشيطان البشري بل أطلق النار على الطفلة مادلين ذات الثلاث سنوات هربت ألانة خلف الأشجار ولكن إلى أين طاردها براين وأطلق عليها الرصاص لتموت الأم وطفلتيها شر ميتة عاد براين إلى السيارة منتشه وواصل عملية القتل مر أمام السيارة بي ام دابلي وأطلق النار على كل من فيها ثم سرقها مثل لعبة جي تي اي وترك وراءه سيارة الفولفو الصفراء وهي محملة بالأسلحة استمر في هذا المسلسل المخيف لـ 22 دقيقة قتل فيها 31 شخص بدم بارد هرب براين من بورت آرثر متجهة نحو المكان الأول وهو فوندوكسيس كاب وفي الطريق أوقف سيارة تويوتا كورولا بيضاء في داخلها غليم بيريس وصديقته زوي هول قتل زوي على الفور وأجبر صديقها غليم بيريس على الدخول في صندوق السيارة البي ام وأخذه كراهينة بعدها قام براين بحرق سيارة البي ام بالبنزين ودخل للفندق اختبأ براين في الفندق وهو مدجج بكل أنواع الأسلحة ومعه الرهينة غليم وصلت الشرطة وحاصلت المكان ولكن طال الحصار واستمر لـ 18 ساعة ولم يستسلم براينت كانوا يعلمون أنه في الداخل فقد كان يطلق عليهم النار من نوافذ الفندق وكانوا على علم أنه يحتجز رهينة وهذه كل المعلومات التي كانت لديهم في محاولة من رجال الشرطة لاقتحام المكان وإنهاء هذه المأساة اختبأ أثنان من رجال الشرطة وهما بات ألين وغاري ويتل في خندق صغير يطل على الفندق قال الشرطي ألين كان الأمر بسيطا للغاية كنت أعرف مكان وجوده وكان يطلق النار علينا لذلك لم يكن لدي أي مخاوف بشأن مكان وجوده أثناء ذلك أقدم براينت على جريمة القتل الأخيرة حيث قتل الرهينة غليم بيرز بقي الشرطيين محاصرين في ذلك الخندق لثمان ساعات وأثناء ذلك كانت المستشفيات تستقبل الجرحة بالعشرات وصل الخبر للصحافة والإعلام العالمي ليصبح الخبر الوحيد بالعناوين العريضة في كل الصحف وفي القنوات التلفزيونية هي مذبحة بورت آرثر في حوالي الساعة الثاني عشر دقائق مساء تلقى براينت مكالمة من امرأة تعمل في شبكة ABC تحدث معها ولكن أطلق على نفسه اسم جيمي أجابها على كل الأسئلة ولكنه هدد بقتل بيرز إذا اتصلت به مجددا في الساعة التاسعة مساء وصلت مجموعة العملية الخاصة من فريق شرطة تيزمانيا وأنقذت رجال الشرطة في ذلك الخندق وبدأت المفاوضات مع براينت الذي استمر في تسمية نفسه جيمي رفض الفريق اطلاق النار خوفا من إصابة الرهائن الثلاث جليم بيرز والزوجان مارتين الذين يعتقد أنهما كان على قيد الحياة وكان محتجزين معه كان يعتقد أنه خلال المفاوضات أطلق براينت النار وقتل الرهينة بيرز رفض براينت الاستسلام وفي محاولة أخيرة يا إما النجاة أو الموت أشعل براينت النار في الفندق على أمل الهروب من هذه الفوضى الدموية قال قائد العمليات الخاصة هانك تيرميرمان لقد أضرم النار في المكان وبالتالي أضرم النار في نفسه أيضا كانت ملابسه تحترق وخرج من النار مشتعلا بالكامل لذلك أسرعنا إليه لإخماد النيران من عليه واعتقاله وأدخل إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج من الحروق خلال هذه المجزرة البشرية المشهورة بمذبحة بورت آرثر قتل 35 شخص بينهم رجال ونساء وأطفال خلال المقابلات التي تلت الحادثة وصف براين تفاصيل إطلاق النار ولكنه في كل مرة كان يعطي معلومات وأرقام وتفاصيل مختلفة الأمر الذي يدل على شيئين إما أنه يكذب أو أنه غير قادر على تذكر الأحداث بدقة وفي نوفمبر 1996 أصدر قاضي المحكمة العليا في هوبارت ويليام كوكس حكما بالسجن المؤبد على براينت 35 مرة أي حكم واحد بالسجن المؤبد لكل ضحية قتلها وبذلك يصبح المجموع 35 مؤبد لم يكن هذا كافيا بل أضافت المحكمة لل35 مؤبد 1652 سنة إضافية سيقضيها في السجن دون إمكانية لأن يرى نور الحرية من جديد وبهذا أصبح مارتن هو أول قاتل يحكم عليه دون إمكانية للإفراج المشروط في أستراليا هذه العقوبة القاسية سيقضيها بكاملها في السجن مع بعض من النزلاء الذين يشبهونه كان براينت يعيش في السجن كالميت الحي يستيقظ يأكل ينام شاهد مثلا هذه الصورة يبدو فيها شابا وسيما ويافعا حسنا شاهد هذه الصورة الآن رجل أصلع سمين هذا هو براينت بعدما تحول جذريا أثناء قضائه لفترة طويلة في السجن كان السجناء يعلمون بتفاصيل قصته وبسبب تخطيط الكثير منهم لقتله تم وضعه في زنزانة بنيت خصيصا له في وحدة الحبس الانفراضي لم يستطع براينت تحمل الأمر وتحمل هذه الحياة التي هي أساسا لم تعود حياة حاول إنهاء حياته ثماني مرات وكانت آخر محاولة له في 27 مارس 2007 حيث قام بقطع حلقه بشفرة حلاقة لكن يبدو أن عمره طويل ولقاء عزرائيل معه لم يحدد بعد فقد عاش المسخوط وأخذ للمستشفى ثم أعيد لقبره ليعيش حياة الموتى كسر محاميه وطبيبه النفسي وصديقته صمته للكشف عن معلومات تروى لأول مرة للعقل الإجرامي لأسوأ قاتل جماعي في أستراليا لكن الأكثر إثارة للرعب هو مقطع الفيديو الخاص باستجواب الشرطة لبراينت والتي تم بثها لأول مرة عام 2016 الغريب في الأمر أنه قبل هذه الحادثة بتسع سنوات أي في 1987 أعلن رئيس وزراء نيو ساوث ويلز قرار تاريخي حيث قال فيه بالحرف سوف يستغرق الأمر مذبحة في تازمانيا قبل أن نحصل على إصلاح في مجال الأسلحة في أستراليا كان الأستراليون في صدمتين صدمت الحادثة المميتة وصدمت تنبؤ رئيس الوزراء الذي أصبح واقعا مريرا بعد 12 يوم بالضبط من مذبحة بورت آرثر أعلن رئيس الوزراء الأسترالي جون هوارد أن قوانين الأسلحة في أستراليا ستتغير وعليه مباشرة بعد التنفيذ تم حضر البنادق الآلية والشبع آلية الطويلة ومن كان لهم أسلحة مسبقا أجبرتهم الحكومة الأسترالية على التقدم فورا بطلب الحصول على ترخيص وتقديم سبب حقيقي مقنع وليس مجرد الحماية الشخصية بالإضافة لقيام الحكومة الأسترالية بحملة شاملة لشراء أكثر من نصف مليون قطعة سلاح وتحديدا 650 ألف قطعة سلاح بتكلفة 230 مليون دولار لتقوم بإحراقها وإذابتها سببت هذه الإجراءات على الأسلحة النارية ولأول مرة انخفاض بنسبة 74% في حالة الانتحار بالأسلحة النارية الأمر الذي أدى إلى إنقاذ 200 نفس بشرية كل سنة ومنذ مذبحت بورت آرثر في عام 1996 لم تتعرض أستراليا لإطلاق نار جماعي باستثناء حادث واحد في سنة 2018 والمسمى مجزرة غرين ريفر هذه الإجراءات جعلت الأمريكيين يشعرون بالحسد والغيرة خصوصا الذين يطالبون بمنع الأسلحة النارية في أمريكا بسبب النسبة الكبيرة لجرائم إطلاق النار في أمريكا كل سنة إذا كنت تحب قصص الجرائم والرعب والغموض فمؤكد أنك ستحب إما هذه الحلقة أو هذه الحلقة اختر واحدة وشاهدها ولن تندم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر